شكلت مراكز البيانات لفترة طويلة الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد الرقمي في العالم والآن تعمل ثورة الذكاء الاصطناعي على زيادة الطلب على الطاقة الحسوبية مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في مراكز البيانات التي اكتسبت زخما ملحوظا في السنوات الأخيرة بمنطقة الخليج ومن أبرز هذه الاستثمارات التزام شركة أمازون بضخي 5 مليارات و300 مليون دولار للاستثمار في السعودية إلى جانب تعهد شركة داتا فولت ومقرها الرياض باستثمار 5 مليارات دولار في مراكز البيانات المحلية الإمارات والسعودية تهيمنان حاليا على سوق البيانات الإقليميا نظرا لأهميته في تنويع الاقتصاد فبحسب تحليل للشركة مكنزي فإن الحوسبة السحابية لديها القدرة على توليد إيرادات بقيمة 183 مليار دولار للاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط بحلول 2030 أي ضعف ما يتم توليده من صناعة النفط والغاز ووفقا لتقرير صادر عن المونيتر تأتي الاستثمارات الخليجية في البنية التحتية الرقمية جانبا إلى جنب مع الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي ففي الإمارات وضعت الحكومة خطة طموحة لاستثمار وجذب استثمارات كبيرة في القطاع كان أبرزها إنشاء شركة MGX لتكون كشركة استثمار تكنولوجيا جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي وأشباه المواصلات وتهدف لتسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة عبر الشركات في دولة الإمارات والعالم وفرت رأس المال وإمكانات توليد الطاقة عوامل عززت من دور الإمارات والسعودية في مجال مراكز البيانات التي يغذي الطلب عليها الذكاء الاصطناعي وتجعلهما نقطة جذب أساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعديد من اللاعبين العالميين